مجز الواحدة فجرا حياكم الله أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن المقاومة في سوريا هي دفاع عن لبنان والعراق والأردن وكل المنطقة وفي كلمة له بذكرى أربعين الشهيد القائد مصطفى بدر الدين أضاف نصر الله أن مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا تخاض اليوم من الشمال والدفاع عن حلب هو دفاع عن سوريا ولبنان والمنطقة نحن أمام موجة جديدة أو مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا تخاض الآن في شمال سوريا بالتحديد في منطقة حلب القتال دفاعا عن حلب هو دفاع عن بقية سوريا هو دفاع عن دمشق هو دفاع أيضا عن لبنان وهو دفاع عن العراق وهو دفاع عن الأردن الذي دفع قبل أيام قليلة أمس أو الأمس بعد أثمان الأخطاء في دعم الجماعات المسلحة في الريف الشرقي للسويداء دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة تسعة صهاريج مازوت في محيط قرية الشعاب كانت قادمة من مادية الشام وقال مصدر عسكري أن سعة كل من هذه الصهاريج 30 ألف لتر كما قامت حدات من الجيش بتدمير ثلاث عربات دفع رباعي تابعة لتنظيم داعش الإرهابي إلى ذلك قضت واحدة من الجيش على عدد من الإرهابيين في الريف الشرقي لمحافظة حما وذلك نتيجة رمايات نارية نفذتها على تجمع للإرهابيين في قرية ألملولح التابعة لناحية الحمرة وأسفرت العملية عن تدمير ما بحوزة الإرهابيين من أسلحة وذخيرة ارتقى أربعة أطفال شهداء وأصيب سبعة نساء وشيوخ جراء خرق المجموعات الإرهابية من جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية واعتدائها بالقذائف الصاروخية على قرية بركة الدم بريف دمشق الجنوبي الغربي إلى ذلك ارتقى شهيد وأصيب ستة أشخاص آخرون جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي السبيل في مدينة حلب مصدر في قيادة شرطة المحافظة ذكر أن إرهابيين استهدفوا الحي بعدد من القذائف سقط بعضمها في محيط جامع الرحمن تزامنا مع خروج المصلين من صلاة الجمعة مشيرا إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية في منازل ومتلكات المواطنين ومحالهم التجارية استشهدت فتاة فلسطينية شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاصة عليها وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهيدة مجد الخضور أصيبت برصاص الاحتلال على مدخل مستوطنة كريات أربع شرق الخليل كما اعترفت قوات الاحتلال بقتل فتاة بإطلاق النار عليها مباشرة بدعوة محاولتها دهس مستوطنين اثنين بينما ذكرت مواقع الكترونية إسرائيلية أن ما حدث هو حادث سير عادي أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي عن تحرير مركز ناحية مكحول شمال صلاح الدين ورفع العلم العراقي فوق أبنيته واعتبر محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري أن تحرير مركز ناحية مكحول سيشكل عاملا أساسيا لحسم معركة تحرير قضاء الشرقات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي أعلنت القوات الليبية أنها قضت على عشرة إرهابيين من تنظيم داعش خلال اشتباكات عنيفة حول منطقة الميناء المتحدث باسم غرفة العمليات الحكومية الليبية أكد أن الاشتباكات كانت عنيفة وتسببت بمقتل أربعة من القوات الليبية وإصابة أربعة وعشرين آخرين بينما عثرت القوات بعد انتهاء الاشتباكات على عشر جثث من إرهابي داعش وفي الخبر الأخير أعلنت وزارة داخلية النظام السعودي عن مقتل شرطي بهجوم مسلح شرق البلاد ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة داخلية النظام السعودي قولها أن الهجوم وقع في بلدة سيهات بمحافظة القطيف يذكر أن البلدة نفسها شهدت هجوما إرهابيا استهدف المواطنين في شهر تشيرنا الأول من العام الماضي أوقع خمسة قتلى وتمناه تنظيم داعش الإرهابي نهاية الموجز إلى اللقاء